سلام عليكم معكم مسلوبنا ان شاء الله حنكمل مع بعض منهج الفوت برينتز جونيور فور ومعادنا النهاردة مع يونت ون يونت ون بينوان things where good at things يعني اشياء where ودي الابريفياشن لي we are احنا بنكون good يعني جايدين ودي adjective صفة وبتاخد ال preposition حرف الجره it يبقى things اشياء احنا بنكون كويسين او جايدين او عندنا مهارة كويسة بها هنبدأ مع بعض lesson one بيقول follow the footprints اول كلمة عندنا music music يعني موسيقى بعدها i c t i c t ودي three letters التلات حروف اختصار لي information communication technology هقولهم تاني information communication technology اللي هي التكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمام فطبعا علشان تلات كلمات كبار فبياخدوا اول تلات حروف من كل كلمة next word geography geography اللي هي مادة الجغرافية next design design اللي هي التصميم next mathematics mathematics اللي هي مادة الرياضيات او الحساب الانجليش يعني science science مادة العلوم history history مادة التاريخ art art اللي هي الرسم او الفن french french اللي هي مادة اللغة الفرنسية chinese chinese اللي هي اللغة الصينية drama drama اللي هي الدراما be be ودي اللي هي التربية الرياضية وبرضو الحرفين دول abbreviation لكلمتين الكلمة الاولى physical الكلمة التانية education يعني physical education اللي هي التربية البدنية فباختصرها باول two letters او اول two capital letters موجودين في الtwo words يبقى PE اختصار physical education اللي هي التربية البدنية تمام؟ طي نشوف بعد كده مع بعض part two lesson and sing the song اغنية او بيقول اسمها وغني الاغنية هنقراها في البداية مع بعض in mathematics we learn to calculate in design we learn to invent and create in ict we use computers and software too in chinese we learn a language that's new in drama we learn to act and mime in history we learn about past time in geography we learn about different places in PE we do exercise and run races in art we learn to paint and draw in science we learn about the world and more in music we learn to read music and sing and in english we talk about everything تمام؟ هنا بيعلمنا او في الاغنية دي بيقولنا احنا كل مادة من المواد الدراسية هندرس فيها ايه؟ هنتعلم منها ايه؟ او هتخلينا نتعلم ايه؟ وطبعا اول مادة بيقول in mathematics اللي هي مادة رياضيات we learn بنتعلم وده learn verb to calculate calculate يعني بتعلمنا الحسابات ان احنا نقدر نحسب طيب in design في التصميم we learn to invent and create invent دي verb بمعنى يخترع and create بمعنى يبدأ او يخلق شيء جديد يبقى دي في مادة design بتعلمنا حكتين invent وcreate نخترع ونبدع in ICT اللي هي قلنا عليها مادة الاتصالات او التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وقلنا اختصار الكلمة دي اللي هي information communication technology we use computers بنستخدم الكمبيوترات and software software البرمجيات to ايضا واتكلمنا قبل كده عن to اللي هي TOO وده دايما بتيجي at the end of the sentence في نهاية الجملة بمعنى ايضا او كمان in Chinese في اللغة الصينية we learn a language that's new بنتعلم لغة language which the noun بمعنى اللغة that's new بتبقى جديدة علينا لان هي مش لغتنا الاساسية in drama we learn to act and mime في الدراما ودي بتدرس برضو we learn بنتعلم to act نحنا نمثل and mime نقلد تمام in history في مادة التاريخ we learn بنتعلم about past time حول الوقت الماضي اللي عد علينا واحنا كنا لسه يعني ما جناش عشان نشوفه أو نعرفه ده بندرسه في مادة history in geography في مادة جغرافيا we learn about different places في مادة جغرافيا بنتعلم أماكن مختلفة in PE ونختصار للتربال البدنية in English يبقى physical education التربال البدنية we do exercise and run races بنقوم بالتمرينات وبنجري سباقات races سباقات in art في الرسم we learn to paint and draw في التربال الفنية أو الرسم we learn بنتعلم to paint وهنا paint برضو دي verb we draw نرسم دي برضو verb الفرق بقى ما بين paint و draw الاتنين verb الاتنين فعل draw يعني بنرسم بنرسم بقلم لكن paint انحنا بنرسم ونلون خلاص أو بتيجي في بعض الكلمات التانية بمعنى ندهن عشان بس ما نقولش الاتنين هو قال ايه بنتعلم بنرسم ونرسم لا في رسم من غير تلوين يبقى draw لكن برسم وبلون يبقى paint in science في مادة العلوم we learn about the world احنا بنتعلم حول العالم and more واكتر in music في الموسيقى we learn to read music and sing بنتعلم نحنا نقرأ الموسيقى ونغني and in English وفي مادة اللغة الإنجليزية we talk about everything احنا بنتحدث عن كل شيء كلمة talk about يتحدث عن everything كل شيء ودي كانت السونج بتاعتنا في الدرس الاول وتحت هنا عايز يعرفنا بسؤالين لازم برضو الطالب يكون عارفهم اول سؤال لما اسأل ايه هي المواد اللي بتدرس عندك في المدرسة لان كل مدرسة بتختلف حسب هي مدرسة ايه بالظبط فانا لو عايزة اسأل ايه المواد اللي انت بتدرسها في مدرستك هقول what subjects do you do at school what subjects do you do at school فهنا ازا ما احنا شايفين في التايلوب الولد قال I do mathematics وممكن يقول science Arabic English بعد كده السؤال التاني what's your favorite subject طب انت بقى من كل الحاجات اللي انت بتدرسها دي المادة المفضلة ليك السؤال ده بقوله زي in English بقول what's your favorite subject what's your favorite subject يعني ايه هي مادتك المفضلة فهو طبعا هيختار مادة من المواد اللي بيدرسها في مدرسته فممكن يقول it's science يعني هو بيفضل مادة next page story بنوان the Viking boat the Viking boat يعني القارب الاسكندينافي والاسكندينافي دي يا جماعة كلمة هي عبارة عن شبه قارة مكونة من 3 او 6 دول تقريبا وهم جمعوا حروف كل بلد يعني اول حرف من كل بلد وجمعوها في الكلمة دي اللي هي الاسكندينافي تمام عشان بس لو الولاد سألوكوا ايه معنى كلمة الاسكندينافي تمام عندنا picture number one look at مين اللي بيقول كده look at our clothes where are we يعني look at انظر انظروا للملابس بتاعتنا where are we اين نحن نكون احنا فين فجاك قال I don't know انا لا اعلم انا مش عارف I'm not very good at geography يعني انا مش جيد في مادة الجغرافيا واحنا تعلمنا ان مادة الجغرافيا بتعلمنا الاماكن فاميلي قالت but I am good at history بس انا كويسة جيدة في التاريخ I think انا اعتقد وهنا think يعني verb it's a Viking village انها قرية اسكندينافية تمام picture number two روي باب يقول لنا the children follow the path to the Viking village يعني الاطفال تتبعوا the path الممر او الممشى للقرية اسكندينافية دي الاميلي قالت what time is it ما الوقت احنا ساكن دلوقتي فجاك رد وقال well buy my watch بالساعة بتاعتي او على ساعتي يعني it's quarter past six الساعة ستة وربع فسام بصل للسن وقال but لكن look at the sun انظروا للشمس I think انا اعتقد it's mid time احنا في وسط النهور picture number three suddenly فجأة وده الراوي بردو اللي بيقول لنا فجأة صدلي too tall strong Viking jump out from behind the push يعني فجأة too tall strong يعني اتنين طوال واقوياب من الاسكندينافين وهنا الاسكندينافين دي مفرد الجامع يعني بتاعهم jump out from behind the push يعني نطوا وراهم خلفهم behind the push والبوش اللي هي شجيرات جوم كده طالعوا من ايه من خلف الشجيرات طيب فاحنا شايفين بقى هنا بيقول ايه واحد منهم قال ايه prisoners you're coming with us يعني مساجين تعالوا معنا فطبعا اميلي قالت but we aren't Viking احنا مش من مش زيكم يعني احنا مش سكندينافيين زيكم فالراجل التاني قال be quite and start walking يعني احدى وبتدي امشوا معايا ابدأ في المش يعني امشوا توسكتين يبقى be quite كن هادي and start وابدأ walking في السير او المش picture number 4 the Viking take them to see the captain of their boat الاسكندينافيين دول بقى take them take مين اخدوا مين اخدوا جاك و سام و اميلي to see the captain عشان يشوفهم captain of their boat captain القارب طبعا شايفين الكابتن بيقولهم ايه بقى this boat is very slow القارب ده بطيق جدا slow هنا adjective صفة بتوسف البوت and we want to sail fast واحنا عايزين want you read the verb want to sail fast يعني نبحر سريعا if you can help us لو تقدروا تساعدونا you can go free تقدروا تذهبوا وتكونوا احرار if not وابتدى بقى يهددهم ولو لا وطبعا فيه بقى ايه عقاب يعني بكتور نمبر فايف اه زي ما احنا شايفين سام بيسأل وقال are you good at design جاك هل انت كويس في التصميم يعني اه في مادة تصميم جاك فطبعا قال yes i am او انا كويس فقامت املي قالت له how about making a sail for the boat يعني ماذا عن اصناعة الشراع كلمة السيل اللي هو الشراع for the boat القارب فطبعا اه هو فكر وقال brilliant idea يعني جات له فكرة رائعة كلمة brilliant the adjective يعني فكرة رائعة بكتور نمبر سيكس برضو الراوي بيقول لنا they work very hard they هما اشتغلوا او عملوا بجد مين يقصد بthey باملي وسام و جاك and make a sail وصنعوا الايه الشراع the boat القارب the boat sales اللي هي الاشرع جمع بقى sale sales يعني جمع شراع الاشرع بتاعت المركب out to see very fast خرجت من البحر بسرعة كبيرة زي ما احنا شايفين الكابتن بيقول these prisoners are good at making sales يعني المساجين دول جايدين او كويسين في صنوعة الاشرع للمركب فطبعا the Vikings ردوا عليه قالولوا yes but we have got a sale now احنا دلوقتي خلاص بقى عندنا الشراع let's throw them in the sea يعني let's يعني دعنا او هيا بنا throw them نلقي بهم نرميهم يعني in the sea طبعا اه زي ما احنا شايفين الولاد بيقول oh no we must escape يعني احنا لازم يجب علينا must يعني يجب escape ان احنا نغرب ودي verb picture number seven زي ما احنا شايفين Jack بيقولي where is the magic emerald start spinning Emily بيسأل where is the magic emerald يعني اين الزمرضة الصحرية ابدأي بقى اللي فيها start يعني ابدأي spinning اللي فيها يا Emily فطبعا املي اذا ما احنا شايفين بتلف الزمرضة الصحرية فقالت له yes اوكي نعم حسنا but where are we of to know يعني اين نحن الان وتحت كتب لنا بيقول arrange the letters to say where to يعني هنرتب letters الحروف عشان say نقول where to الى وبكده نبقى خلصنا مع بعض الدرس الاول في يونت one January four ولو في اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد على حضراتكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة